دفعت الثامن طيب في الدقائق القليلة المتبقية عندي موضوعين مهمين كان فيه تهديدات فلسطينية باللجوء لتركيا دي برضو مقساة جديدة من مقاسي طريق التفكيرهم وفكرة إيران بقى انتهاء حظر استراض السلاح على إيران وعدم تجديده هل ده هو اللي سارع بدول الخريج علشان يعني إسرائيل هتحميهم يعني يبقى فيه تفهمات عسكرية ضد إيران بص قصة التهديدات بتاعة اللجوء لتركيا يعني ده وهم لسبب بسيط أنت أهم عنصر في التعامل مع الفلسطينيين لأنك أنت دولة جوار أنت المعبر الذي يدخل إليه أي حد داخل أو خارج من جزء ده نمرة واحد نمرة اتنين هو قالك إيه لا أصله تركيا ممكن تستضيف الحوار وبعد كده قالك مستعدين إنه مصر تستضيف الحوار والجديد ده الجديد حماس نفسها حتى شروط للحوار والحوار لن يتم والمصلحة وأنا بقولها لك بكل الوضوح المصلحة لن تتم لأنه هو قالك إحنا عايزين نعمل انتخابات وتبقى فيه قائمة مشتركة بين حماس وفاتح دي الوحدة سبب هتبقى سبب ضخم للصراع لأنه آخر منفاذ في الانتخابات هو حماس لا تاخد لا عشر سنين تاني قلت ما تفكر لا ده هو كانوا محددين إنه بعد ست شهور يعملوا الانتخابات لن يحدث ولن تحدث المصلحة لأنه كل جهة عندها الجهة اللي بتحركها والتمولها لا ده فيه دم بينهم خلاص في الوقت وغير كان في اختلاف البرامج واختلاف الممولين فما يتعلق بتورك طب إيران إيران حتى يعني لو تبعنا التصرحات الأمريكية انتهاء حظر السلاح لن ينفذ لن ينفذ لأنه الولايات المتحدة تقف بالمبصد وستمنع أي دولة إنها تصدر سلاح ما تقدرش إيران تستوريب سلاح من ألمانيا من فرنسا من ألطانيا من سين الدول الأوروبية في الآخر مهما اختلفت مع الولايات المتحدة بترجع في النهاية وبتمشي في فلاكها وبعدين في جهات بدأت تتحرك في أوروبا تقول لك يا جماعة ألمانيا إيران بتمثل خطر إيران بتحاول تعمل تغيير في الاتجاهات المسلمين الموجودين في هذه البلدان فبتجعلهم أقصب تشددها وخاصة بعد حدثة زي حدثة فرنسا وقتل المدرس التاريخ فكل ده بيخلي مسألة أن إيران ينفتح لها الباب بشكل كامل مش هيحصل لسبب تاني إيران ليس لديها فائد مادي أنها تشتري أسلحة حتى الأسلحة اللي عندها اللي هم عملين يتكلموا عليها دي تلت ترباعها أسلحة يعني دبابات معظمها قديمة متهالكة النسخ اللي اتعاملت من الأسلحة الإيرانية أقول لك الطيارة كذا والسلوخ كذا كلها حاجات تعتبر بدائية هو بس ترديد إعلامي بس يعني هو تعارف البروباجندا أو بتاع وإحنا نتمنى أن إيران نفسها تدخل في الصياق وتبع علاقتها جيدة مع الجميع وتبطل قصة الصراع لأن الصراع تدخلات تركيا وإيران في الشأن الفلسطيني والعربي أخره وهو من أسباب أن بعض الدول راحت تعمل علاقات مع إسرائيل بشكرك جدا الله يخليك ألاك شكرا جزيل الشكر لكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام والحقيقة اللي عمل طوال عقود على ملفات كثيرة خلته في العلاقات سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية من أحرف أصحاب الرؤى يعني في هذه الملفات بشكر حضرتك شكرا الله يخليك شكرا بشكركم مشاهدينا بكرة إن شاء الله حلقة جديدة صباح على خير شكرا